دردشك دردشك معا السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أخوكم بنيوب إسماعيل باحث في التاريخ المحلي لمنطقة ورم ومرشن سياحي في مؤسسة ثقافية وطنية تابعة لرزارة التقافة يومياتي والله العظيم يومياتي نقسم ما بين العمل وما بين النشاط بسفتي أيضا النشاط في مواقع التواصل الاجتماعي في يومياتي تنقسم ما بين الأيام التي نخدمهم من وقت صباح بيصير نخدم عادي حتى الأشياء ولكن الأيام التي نخدمهم مفضلة ومرتح شوية بس كما نقول عندي خارجات فريدانية وهذا الشيء يؤثر معنا على التعب على الصحة وكل شيء فهذا نفضل فترة السباحية نربع قليلا بعد أن نقض مع مصنهار لدي صراوات التعريم بعد أن ندور ونقدي نرى ما خاص ما خاص وهذه طبقة المفضلة وهراني يعني الطبقة المفضلة التي يجب أن يكون في الميدان كل يوم وهي الحريرة والمعبودة يعني هذا الزوج يجب أن يكون حاضرين الحديثة أريد أن أخبرك أنا من أن نخرج بكثيرا في الميدان أنا أغرب الخارجات تكون على براتكم في الجبال يعني نحاول أن نستكشف في المواقع الأتالية التي تُسخدمها مدينة وران والمواقع الأتالية لم يكن يشاهد مدينة كان مواقع التي خارج المدينة تلقىها في الجبال نقاط في الأعالي بين الودين فلهذا أصدقاء التاعي المغامرات كنا نخرج ونستكشف هذه المواقع و مرات يؤديد الفرق و يؤديده عنك الابدان و يجب أن يبقى نفسه و يجب أن تفكر و من شدة هذا الشرف و الحب لتلك يؤديده الابدان على الطريق و نكمل الجولة و المسيرة عادية و يجب أن نعوده و نعوده و نعوده و نعوده و نعوده و يتبه و نعوده و يؤديده و مرة حدثة الطريقة و أصلاحنا الان وصلاحنا واحدة للعلاقي في مستغاليم في مستراليم ومتحتمت عليها أن أصحابي أدد علينا أدام وفترنا في مستراليم كنا ناوين دلوا خرجة سياحية ومعلماتها إثماء ومرشعوا في نهارنا ولكن تحتمت وقنا روحنا أدنا علينا في مستراليم وفترنا إثماء في ديارة الرحمة وفاتت شابا مع الإخوة الجزائريين عبر سبيل فاتت مشاكلها أردت أن أربع ما بين البرامج سابقا والبرامج حاليا يعني إحنا زمان نتكلم منا في الصورة يعني كبرنا وين تربينا على وحد البرامج ترفيهية تربية وتربوية يعني وين تعلمك وتحسك تشعر بواحد النوع من النخوة بواحد النوع من الإفتخار بالإسلام تاعك بالأوروبة تاعك يعني نذكره على سبيل المثال السلسلات اللي لقوا نجاح كبير الزمان أمثل يعني مسلسلات زنوبية التوارس الجوارح الكواسر الموت القادم إلى الشرق الزير سالم يعني هذه المسلسلات اللي تقدر تتفرجها en famille sans problème مع الوالدين تاعك مع جداتك عادي ولكن للأسف يعني حاليا نتفرج بعض البرامج وانت لدي معك تليكوموت يعني كان بعض البرامج اللي تتخوف منها لو عنها ولكن يعني رمى ذلك كان بعض البرامج يعني عائلية بتفرجوهم مع العائلة تاعنا كان بعض البرامج يعني ترفيهية كوميديا يعني لاباس بها وننتبهوها في هذا الشهر الفضيل والله هذا الشهر رمضان يعني طيلة شهر رمضان شاركت في برنامج يعني سهرة عائلية والحصة يعني رهاتو بت يوميا في قناة خاصة حصة تسمى قاعدة العائلة وهذه القاعدة العائلة عبارة عن سهرة طرفية يعني فيها تنوع فيها الكوميديا فيها الفاشن فيها التقافة فيها التاريخ يعني وانا بسفتي كممشي السياحي انا مكلف في هذه الحصة بإعداد وتقديم فقرة تاريخية ثقافية تخص يعني كل يوم نجيب قصة والتاريخ معه الأتاري والشخصية من شخصية وراء والحصارة هاتو بت يوميا في أحد قناة خاصة وتسمى قاعدة العائلة وتابعونا فيها قمة الدمش